السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حباب قلبي يا رب تكونوا بصحة والسلامة وراحة بان النهاردة جايبا لكم فيديو صراحة ما كنتش قادرة قدمه اللي قدامكو ده مشهد لتلت جنازات في مدينة رشيد التلت جنازات دي اللي نهار عليهم وطلعوه من تحت الانقض من تحت العمارة المنكوبة التلت جنازات دي قب وفي النص اللي هناك ده والطفل وفي الاخر قب كمان من رشيد غير العامل التاني اللي صفروكا كفر الدوار اللي كان فضل على فرحه أسبوع العمارة نهارت العمارة دي مبنية مر رمضان يعني بقالها ستة شهو ما تهاش عمود مسلح واحد نزلت تحت التراب مجرد ما كان الصناعية بنقره للسباكة والقهرباء نزلت زي التراب حسب الله نعمى الوكيل مبنية بالرشاوي ونعدام الضمير والجشق كسبوا ايه؟ كسبوا ايه؟ لما تسببوا في اتجاع أرواح لحول بهم ولا كوة ويتموا أطفال ويتموا ستة وأرملوا ستات كسبوا ايه؟ كما تشوف مشهد زي دي مبارح رشيد بيتة بيتة كلها في حزن والحزن كان مخيم الشوارح كلها كتر حيتها موت الحزن كان مخيم على البلك كله اللي جاره واللي صاحبه واللي ملوش حد خالص وزعل على الناس احنا مسلمين لازم ان نزعله على الناس انما بالشكل ده فين المحاسب لازم ان يتحاسبوا لازم ان يتحاسبوا على ضياع الأرواح اللي راح اديه وعلى الطفل اللي مات الصغير اللي عنده عشر تشهور وعلى المصابين اللي في المستشفى اللي لسه لحول بهم ولا كوة لنعلموا عنهم حاجة كل دول لازم ان يتحاسبوا على اللي حصل المتسبب في الأزية وفي الانهيار ده واللي بنى العقار ده لازم ان يتحاسب لازم ان يبقى انه وقفة بقا كفاية بقا كفاية كفاية اللي الضمير وكفاية كله يعدي بالمحسوبية والرشاوي كله لازم يتحاسب بعد الحادثة دي لازم ان وقفة بجد